درأي جمهور بورسعيد وجمهور النادي المصري في مسألة الكابتن إيهاب جلال يعني وأحد يعني طبعا الجماهير أحد السادة يعني اللي كانوا بيتكلموا مع كاميرا المنتدى بيقول أن يعني طالما الجمهور مش قابل حد خلاص صعب وأنا معاكم أن الكرة كده ساعات بالزادة في الأندية الجماهرية والأندية الشعبية خلاص الجمهور فيه رأي عام تكون ضده وده اللي حصل فينا مع كابتن إيهاب لكن برضو كنت تمنى أن الأمور تدار بشكل أفضل وإن الموضوع ما يوصلش لحتة التحويل للتحقيق والدخول في مشاكل وأنا عارف إيه اللي يحصل بقى كابتن إيهاب جلال بعد كده هيعمل شكوة في اتحاد الكرة والتحاد الكرة هيرفعها للفيفا والقصة هتبقى مشكلة طويلة يعني مصري نادي كبير كابتن إيهاب جلال مدرب كبير وأتمنى والمهندس كامل أبو علي يعني رئيس النادي المصري رجل محترم وراجل له خبرات كبيرة في الإدارة الرياضية وراجل حكيم أتمنى أن يعني يبقى فيه جلسة الجلسة دي يعني يتم إنهاء الأمور بها بشكل ودي لكن الأكيد أن كابتن إيهاب جلال خلاص يعني رحل بعد ما يعني تم الإعلان عن إقالته هو جهازه المعاون والأكيد أن البديل لإيهاب جلال هو بابا فاسيليو بابا فاسيليو القبروسي المدير الفني لنادي المحلة العمل مشوار هايل وبداية مش مشوار هايل نعم مش مشوار وربع مشوار عمل أرقام هايلة وبداية رائعة لنادي المحلة العلامة الكاملة طبعا عدد المباراة أربعة فاس بثلاثة عدد بواحد مخصر شوالا مباراة وده اللي أنا أقصده بالعلامة الكاملة وسجل الفريق تحت قيادته ستة أهداف واستقبل هدفين ومركز الحالي للفريق طبعا المركز التاني وبداية البداية الحلم لكل جماهير المحلة ولكن كأن فريق المحلة ونادي المحلة يعني مش مكتوب له الاستقرار السنة اللي فاتت زي ما حضركوا عارفين ابتدت دورة محمد عودة محمد عودة اعتذر رجع للمقاولين فجاب بسيوني بسيوني ماشي كويس جدا وبعد كده يعني ماشي ثم بعد كده بداية الموسم مع مدرب جيد والناس كلها يعني بتشيد بعمله وبإمكانياته وبأنه هو قدر أنه هو يوظف اللعيبة ويستفيد منهم بشكل جاي جدا وعلاقته باللعيبة جيدة جدا على دراية بالدور المصري وتفاصيله لأنه اشتغل في الدور المصري قبل كده ومرة واحدة يغيب عن التدريبات والواضح أنه هو في طريقه للخروج من نادي المحلة ترجمة نانسي قنقر